بعدما يقرب من عام من الغليان انفجر الوضع في العراق إعلان من زعيم التيار الصدري مختدى الصدر باعتزال العمل السياسي وإغلاق جميع مقار التيار عقب الإعلان تدافع المئات من أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء في بغداد اقتحم أنصار الصدر القصر الجمهورية ومقار الحكومة ومنشآت سيادية أخرى تلاحقت الأحداث سريعا صاحب الاقتحام إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى ومصابين أخلت قوات الأمنى القصر الحكومية من المتظاهرين وحاولت وقف تدفق المزيد منهم إلى المنطقة الخضراء وأغلقت القوات جسر الجمهورية لمنع أنصار الطيار من الوصول إلى الجسر المعلق وموقع اعتصام أنصار الإطار التنسيقي كما اقتحم أنصار الصدر مقار ومؤسسات حكومية في عدة محافظات ولمواجهة هذه التطورات أعلنت قيادة العمليات المشتركة حضر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من السابعة من مساء الاثنين وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا عاجلا للقيادات الأمنية جرى خلاله بحث تداعيات خروج التظاهرات في المنطقة الخضراء وعدد من المحافظات عن السيطرة وشدد الكاظمي على ضرورة حماية أرواح المتظاهرين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة بدوره يحذر الرئيس برهم صالح من انزلاق الأوضاع نحو ما وصفه بمتاهات مجهولة وخطرة يخسر فيها الجميع وضع صالح جميع الأطراف التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصيد وطالب صالح المتظاهرين بالانسحاب من المؤسسات الرسمية وإفساح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجباتها في حفظ النظام والممتلكات العامة ويعاني العراق أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي فقد فشلت الكتل السياسية الرئيسية في مجلس النواب في التوافق على اختيار رئيس للبلاد وهي الخطوة الأولى نحو تشكيل مؤسسات السلطة في العراق